محمد مساء الخير عليك مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد تحياتي ليك وديوف الكرام في الستوديو وجميع مشاهدة قناة النادي الاهلي ودائما يا رب نلتقى في أفراح وبطلاط وإنجازات للنادي الاهلي كل الأخبار عندك يمكن أنا شفت الآطات منذ لحظات وصول لعدد من اللعيبة وخلاص كده أعتقد البعثة وصلت بشكل رسمي وكان في استيبال الكابتن محمود الخطيب في صالة الوصول في مطار القاهرة الدولي بالفعل محمد أنا معاك دلوقتي من أمام صالة أربعة بمطار القاهرة الدولي يمكن كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي والأستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس خالد مرتاجي عمين السندوق والدكتور محمد شاوى عضو مجلس الإدارة كانوا في أول مستقبلين هنا لبعثة فريق النادي الاهلي اللي وصلت بالفعل يمكن الطائرة هبطت هنا في مطار القاهرة منذ عشر دقائق بالزبط يمكن تبقى بس إنهاء إجراءات الوصول وخروج اللاعبين يمكن كابتن محمود وأعضاء مجلس الإدارة دخلوا بالفعل لاستقبال اللاعبين داخل مطار القاهرة ونحن دلوقتي قدام صالة الوصول انتظاراً له خروج اللاعبين وعدد كبير جداً موجود من قصر اللاعبين وجمهين النادي الاهلي كانت حريصة على استقبال أبطال أفريقيا للقرة الطائرة للمرة الخمستاشر في تاريخ النادي الاهلي في إنجاز يعني لم يحقق أي نادي أفريق وأعتقد صعب جداً على أي حد الوصول للرقم ده يا محمد يعني أقرب منافس دينا بستة بطولات والنادي الاهلي خمستاشر بطولة يعني ده النادي الاهلي وقمته ومكانته ودائماً زي ما إحنا يا ربي دمها علينا نعمة كل يوم في إنجازات وبطولات وتكريمات وبنحتفل بالنادي الاهلي ويا ربي بقى الاحتفال الكبير إن شاء الله غداً بإذن الله ببطولة اليد ومن بعدها إن شاء الله دور أبطال أفريقيا للقرة القدم للمرة الحداشة في تاريخ النادي الاهلي طيب أنا شايف قدامي كمان في عدد من أسر اللاعبين موجودين في مطار القاهرة وشايف فيه اهتمام حتى من بعض المصورين والصحفيين يعني حتى كمان فيه اهتمام إعلامي بفريق النادي الاهلي بطل إفريقيا فور الوصول لمطار القاهرة بالفعل محمد ده حال دايماً للأبطال فما بالك بقى لما يكون البطل كمان النادي الاهلي صاحب الإنجازات والأرقام القاسية التي يصبح بتحققك ممكن عدد كبير جداً من زي وانتاك من أسر اللاعبين وكمان جماهير النادي الاهلي وسائل الإعلام حريصة نهاية تكون موجودة وترصد وصول أبطال النادي الاهلي أبطال القارة في القرى الطائرة يعني أجواء أكثر من رئاة محمد يا رب دايماً نبقى في النعمة إن النادي الاهلي كل يوم في بطولة كل يوم في إنجاز كل يوم مفرح جماهيره أنا عايز أقولك كمان إن فيه لعيبين اللي هم خارج المطار معاني ممكن اللاعب محمد عصران لعب فريق النادي الاهلي ولكن طبعاً لظروف خاصة منعيته من الصفر مع الفريق فكان موجود هنا في القاهرة محمد عادل كمان واحد من نجوم الفريق على مدار البطولة واحد من اللي كان لهم دور كبير جداً في التتويجي ممكن لظروف خاصة وصل بالأمس بمفرده هنا إلى القاهرة كان برضو حريص هو ومحمد عصران يكون موجودين وفيه استقبال اللاعبين أمام صالة الوصول مع بقية المستقبلين زي ما قلتلك دي نعمة كبيرة جداً أنك تبقى أهلاوي نعمة كبيرة جداً أنك فريقك مشرفك وفي كل يوم بطولة وبأرقام قياسية ورقم واحد يعني محمد أي فريق بنشوفه ممتميز هو متميز في رياضة واحدة فقط لكن أعتقد أسطورة النادي الاهلي صعب جداً تتكرر في أي قارة أو في أي مكان أنك فريق هو البطل هو رقم واحد في كل الرياضات اللي بياخدها يعني بالأمس القريب بالسلة اليد وكمان بننتظر بطولة جداً لفريق اليد وكمان فريق القدم اللي متربع على عرش أفريقيا أعتقد ضفاخر لأي أهلاوي محمد أن يكون في هذه القيمة والعظمة من الإنجازات والبطولات ويا رب دايماً أنه الأهل يبقى في المقدمة ويبقى رائعاً رقم واحدة محمد آخر سؤال يا محمد هل اتكلمت مع محمد عادل لقالك كواليس البطولة أجواء البطولة بالفعل محمد يمكننا جماعاً نحوار بي وكمان محمد عوصاني بقولك يعني اللي الظروف خرج عن إرادته عن إرادة الفريق خاصة بمنعيته من السفر كلمت معهم البطولة طبعاً كان اللاعبين مشغولين بها جداً خاصة إحنا شفنا السوق توفيق كبير جداً وطبعاً كالعادة يعني اقتلاط في اللواقع وتغير اللواقع أثناء البطولات يمكن الفريق لم يوفق في بطولة الدورة والكأس المحليين ولكن بطولة أفريقيا اللي النادي الأهلي اللي اعتزع أنها السفر طبعاً بسبب ظروف الكورونا يمكن فريق الترجل اللي في بعض الناس بتحاول تقلل من قيمته فريق الترجل هو حامل الرقب محمد وطبعاً شفنا كلنا المباراة النهائية السفر اللي فاتت وتفوقه الكاسح في المباراة النهائية أعتقد فريق النادي الأهلي على مدار البطولة أداء أكثر من رائع أعتقد فريق مخسرش ولا شوت غير شوت في المباراة النهائية واحد بس يا محمد اللي طبعاً كنا مركزين كان فيها داف إن احنا عايزين نصالح كل جماهيري النادي الأهلي خاصة الدعم الجماهيري الغير محدودة محمد فريق بيخسل الدوري والكاس ومع ذلك مسافر الدعم كبير جداً من جماهير النادي الأهلي قال لي ما كانش ينفع جماهير النادي الأهلي تفضل زعلانا ما كانش ينفع الموسم ينتهي بدون ما نرجع لهم بطولة الأفريقية وهي البطولة المحببة بالمناسبة لجماهير النادي الأهلي طبعاً عايز أقولك أن كل الألقاب الفردية وكل الجواد الفردية كان محمد الفريق حصد خلال البطولة وجميع العابين المميزين كانوا هم على مصنص التتويق سواء بشكل جماع الفريق هو البطل البطولة وكمان بشكل فردي كان كل العاب النادي الأهلي هم الأفضل في جماع مركزهم خلال البطولة محمد محمد توفيق مفد قناة الأهلي في مطار القاهرة الدولي يمكن إدانا أبرز الأخبار والكواليس ورصد وصول أبطال إفريقيا للكرة طيرة رجال فريق النادي الأهلي عقب الفوز بالبطولة الإفريقية واستيبال مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبالتأكيد هنرجع لمحمد تاني أول ما يكون فيه لقاءات